طيب الفطر في رمضان بسبب يعني مريض أو على صفر أي أن كان سبب يعني افطاره إيه هو وحبب أنه هو يعود الأيام دي وفي نفس الوقت هو عايز يصوم الست أيام البيض هل يجوز أن أنا أجمع ما بين فضل صيام الست البيض وما بين قضاء الأيام اللي كانت علي نعم طبعا واثنين وخميس مسألة تمام يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا جدا في مسألة الأجر فيعني بيعطينا الأجر من قليل العمل العلماء قالوا طبعا الأفضل أنه يقضي الأيام اللي عليه يعني يقضي الأيام اللي عليه لوحدها ويصوم الست من شوال لوحدها طيب لو إحنا عندنا شخص عاوز يجمع النيتين فقالوا مفيش مانع أن تندرج نية النفس في نية الفرد يعني الأصل أن الإنسان ينوي قضاء الفرد الذي عليه لأنه ده الواجب اللي عليه ويدخل في نية الفرد اللي عليه ده نية النفل وممكن كمان يعني الله عز وجل رحمته واسعة وأجره عظيم وواسع الفضل وواسع الكرم فيحصل إيه؟ يحصل أنه لو وافق صيام الأيام اللي عليه للست من شوال ووافق اتنين وخميس ووافق الأيام البيض اللي هي تلتاشر واربعتاشر وخمستاشر يعني نحتسب أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذا أو هذه الأيام جميعا ترجمة نانسي قنقر